اليوم هو يوم الجلسة السابعة في محاكمة أستاذ معطي منجيب والنشاطة الستة المتابعين معه مع الأسف هذا الملف ما زالت الدولة تماطله وتؤجله الجلسة تلو الجلسة هذا طبعا واضح لكل متابع فيه انسجام تام مع المبررات الأولى الانطالق بهذا الملف لمبررات سياسية محضاء كان الهدف منها أساسا هو الحد من نشاط الأستاذ معطي منجيب تحديدا والنشاطة معه وطبعا معطي منجيب غير مستهدف فقط في مركز بن رجد وإنما لمجموعة أنشطته أيضا لرئاسته لجمعية الحرية الآن فإذا دور حرية أو وظيفة الحرية في التعبير وأيضا الحضور الدائم في كل القضايا الحقوقية لمساندة كل دوي حق محاكمة سياسية بامتياز الهدف منها متابعة الضغط على المجتمع السياسي وعلى المجتمع المدني حتى يستمر الصامت وحتى يكون انتقاد إذا كان هناك من انتقاد يكون ضعيف حتى لا يأخذ العمل داخل المجتمع المدني المناظر من أجل الحرية والديمقراطية حتى لا يأخذ ما صاره الطبيعي الذي هو المنظر من أجل الحرية أكبر في المغرب ومن أجل احترام الدستور ومن أجل الدمقراطية الفعلية للبلاد فهذا كيف يمكن أن تطلب إلى نفس المجتمع السياسي والمدني والمجتمع المدني اليوم. وهذا ما هذا يوجد إلا المفقرات وهذا العودنية وعلى النساء وعلى الارضة و الشرطان السورة الديهام لا يعطي أصول بخلاط المقتل مع الأخصال والحسن الناس في حرم ضياثة اكبر على المترجمات بحرق